فنرجع تاني أقول حجم المستهدف من التحصيل للقهرباء اللي بتتقدم يعني أنت ساعد ده كله وبتتكلم في النقطة دي أيوة أنا أحب أن كل واحد يأخذ دكتور مصطفى يأخذ حقه أنا وفرت لك خدمة والنهاردة الدكتور شاكروا بيتكلم على كفاءة الخدمة أو جودة الخدمة في الدولة المصرية مما فيها السعيد بيتكلم في حوالي 150 مليار جنيه عدى حقا كريمة لمين للسعيد أنت بتتكلم في قد إيه في 4-5 سنين طب حطت جنبها قطاع النقل كده كان سواء كان سكة حديد أو طرق حتلاق نفسك بتتكلم في رقم إيه أكتر منه ممكن وإحنا كلمنا كلام العرض بتاع الإزبابة بتاع السعيد اللي إحنا عنا كان الهدف منه إن إحنا نقول للناس الاهتمام مش كلام ويمكن حد من كام يوم بيقول لي يا فنم عايزين ندي مش عارف رقم كام رقم إيه ده اللي بيتحط أديك الرقم الصغير ده وأسيبك كده يعني سيقديك قرشين زوارين كده مية جنيه ومية وخمسين جنيه وأسيبك كده لا كهرباء ولا مية ولا صرف الصحي ولا طرق ولا إيه ده إحنا نتحك أتحك عليكم الأرقام اللي اتحطت للسعيد أتصور فوق التريليون جنيه فوق الدكتور مصافة بيكمل للكلام تريليون ومية مليار دول أجنيه في كام سنة دول ولسه إحنا إيه شغالين فأنا بقول إن الإعلام مهم جدا جدا إنه ياخد البيانات دي وإذا كان محتاج إنه هو يبسطها أكتر من كده بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ودكتور شاكر ما يجرأش عشان الناس تعرف إيه اللي بتعمل إيه اللي تعمل وإيه اللي بتعمل لهم عشان في النهاية هو يجد الخدمة دي بالشكل المناسب لي ترجمة نانسي قنقر